حيث أفرجت الرابطة المحترفة لكرة القدم صبيحة اليوم الخميس عن رزنامة الموسم المقبل من بطولة المحترفة الأول حيث سيكون افتتاحها بمباراة قوية وهي داربي العاصمي بين بطل الموسم الماضي شباب المزداد ومرودية الجزائر فيما تحتضر الجولة السابعة قمة اتحاد العاصمة شبيبة القبائل بينما مولودية الجزائر تواجه وفاق الصيف في الجولة الثامنة هذا على أن يكون داربي الكبير بين اتحاد العاصمة ومرودية الجزائر عنوانا للجولة الثالثة عشر